دمان حملة النشاطات للهيئة اللبنانية لمناهدة العنف ضد المرأة ولمناسبة الحملة العالمية اللي بتنتد لست عشر يوم ودجاء انتهت وكعادتها نظمة الهيئة ورشاد تدريب ومناصرة لاقتراح قانون حماية القاصرات من التزويج المبكر بشرفني استضيف السيدة غنوة شندر حديد منصقة الحملة الإقليمية لحماية القاصرات من التزويج المبكر أهلا وسهلا فيك مادام غنوة أهلا فيك استاذ شوش يعني اسم الله اسم الله الله يبارك السنة يعني شهدته نشاط غير اعتيادة الحمد لله وانشاء الله يوصل لنتيجة لأنكم صاركم زمان وانا بتشرف انه كون متابع معكن وبحب كون منتسب للجمعية وانا دجاه هيك ولورشيتا وانتبع على طول ان شاء الله توصل للجان النيابية ليقروا لأنه حقيقة انتعبته واشتغلته كتير من قلبكن نظمته حملة لمناصرة المناصرة لاقتراح قانون حماية القاصرات تزويج المبكر مثل ما حكينا وطبعا كان في حملات وورشات تدريب سابقة وصلته فيها كهيئة لبنانية لمناهدة العنف لاقتراح قانون صالح لتقديمه للجان النيابية وين عم توقف هال مبادارات اوكي استيس جوج اول شي مرسي لك ولدعمك الدائم ان كان حضرتك شخصيا او كمريم تيفي نحنا كمان منكبر معكن صراحة انحنا حملة المناصرة لاقتراح قانون حماية القاصرات من التزويج المبكر مثل ما حضرتك ذكرت بلشت من حوالة سنة تقريبا حيث انه الهيئة اللبنانية لمناهدة لانفظ المرأة وضعت هالاقتراح القانون ومثل ما انت اشرت عملنا سلسلة ورش تدريب ولقاءات مع رجال دين مع سياسيين مع شركة لقلنا جمعيات منظمات مجتمع مدني الى اخرية هلأ الحلو بالموضوع انه اسمرت جهودنا انه قدرنا نوصل اقتراح القانون لمجلس النواب مؤخرا يعني من حوالي الشهر وتناقش لأول مرة لاجتماع عقد للجنة حقوق الانسان النيابية بالبرلمان اللبناني من حوالي الشهر يعني الحمد لله نحط على طاولة الحوار وبلشت المناقشة فيه هلأ اكيد بتعرف الوضع السياسي والامني في لبنان ممكن يصير فيه مماطلة ممكن يصير يرجع ينحط بالادراج يعني هدا نحنا شي ما منتأمل بده متابعة بده متابعة عم نتابع بس للأسف بيقولولنا دايما انه الاولوية بالوقت الحالي مننا للمواضيع والقضايا يلي اللي علاقة بالنساء وبحقوق الانسان ككل مع انه نحنا منتأسف لانه بتعرف انت ببلدنا هذا الشي انساني والعالم بحاجة له متل ما بحاجة للريف الخبز طبعا طبعا يعني انت ببلد لما بتنهار حقوق الانسان ان كان حقوق المرأة او حقوق الانسان بشكل عام كمان هدا الشي بيساهم اكتر بانهيار البلد فنحنا عم نتابع قدمة فينا على امل انه لاحقا قدي عندكم وصول للليجان النيابية يعني مثلا مثل سيدي كلودين طبعا هلا نحنا نسأنا كتير مع سيدي مع مادام كلودين عون كونا هي رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ودعمتنا كتير بمشروع القانون وحاولت كمان انه تساعدنا تنوصله للمجلس النيابي وداخل البرلمان اكتر شي نسأنا مع لجنة حقوق الانسان النيابية وعم منحاول نسأ مع لجنة الادارة والعدل كمان برئيسة نيب جورج عدوان ولكن في بعض يعني عطول للأسف استيس جورج في مواجهة في مواجهة من بعض النواب التابعين لكتل سياسية معين شو الانتقاد طبعا هل عندهم اي ملاحظة على الاختراحات لانه اذا بدك بعمل تقولي الحجة نفسر ونحط الصورة على الشاشة المادة اللي اشتغلتوا عليها 505 والمادة 518 اللي طلبتوا يتعدلوا هلا بتفسرينيهم شوية للمشاهدين بطريقة مختصرة وعملتولنا عليهم ورشات دريبة لنفهمهم ان احنا اعلاميا ونعرف كمان نفسرهم للمشاهدين شو الحجة طبعون الحجة طبعون حتى صدقني في منهم من دون ما يقروا اكتراح القانون يلي نحنا قدمني دغري حجتهم انه هيدا قانون بتعارض مع الدين بلبنان مع المبادئ الدينية لبعض الطواقف حتى لمعظم الطواقف المادة الإسلامي خلينا نحكي بالنفسر يلي هي المادة 522 نعم يلي كانت تنص على التالي انه اليوم اذا شخص اختصب فتاة قاصر تحت 18 بيجوزوياها ما بتتعيقات صحيح ثم عقد علي زواج بتسقط عنه العقوب همسيب كبيري همسيب كبيري هلا الحمد لله بعد نضال ومطالبات المجتمع المدني والمنظمات النسوية ومنهم نحن قدرنا سنة 2017 انه تنلغى هيدا المادة بس للأسف ما في عيلة ضلت موجودة بالمواد 515 و 518 ليه لانه نستسنوا الفئة العمرية يلي هي للفتاة بين عمره 16 و 18 يعني لحد اليوم بيضل ماشي عليهم قادم تزويج لليوم اذا اي فتاة عمره بين 16 و 18 سنة شخص اقدم على اختصابه وتزوجه يعفى من العقوب يعني باي منطق يعني معقول بنت اقتصبت من شاب هالقدة فيه كره بقلبة تجاه وتتجوزه للأسف يعني هون عنا جريمتين هون صار عنا جريمتين عنا جريمت الاقتصاب يعني هي مش عم تقتصب مرة واحدة جريمت التزويج عم تقتصب كل حياتة هذا اقتصاب مرة تاني صحيح وعنا جريمت التزويج المبكر فمشن هيك نحنا ضمن اقتراح القانون نحنا حطينا كذا مادة طبعا ولكن ضمن المواد طلبنا بإلغاء وتعديل المادة 515 و 518 حلو 518 عشو بينوس 518 هني تقريبا تنينيتهم نفس الشي تابعين بعضهم تابعين بعضهم مظبوط يعني بينوس انه هو بتزوجها من باب الإغواء نعم وانه كأنه بيستميلها وهي بترضى ولكن نحنا مننسى في شي مش اقتصاب فيه تقناع بالزواج ووعود مظبوط وبعدين بيشغلها بالدعارة ما هم بصيبة لعنه بتكون صغيرة صحيح هو التزوج المبكر تزوج الكاثرات الليه كتير طبعات الليه كتير طبعات وآثار سلبية يعني على الفتاة على المرأة وعلى الأسرة وعلى المجتمع ككل كتير بتصير خبار مثل ما قالت ممكن يوصل معه يشغلها بالدعارة ما قدرتوا توصلوا باجتماعات مع دار الإفتاء انه يتعلق مثلا وقت التزويج يعني ما يكون تحت 18 ما قدرتوا تقنعهم هلأ فيه مؤخرا صدر متل تعميم اذا بدك عن مجلس الإفتاء المجلس السنة انه ما يصير فيه تزويج تحت سنة 16 سنة يمكن أو 17 نرفع شوي ولكن له شروط كمان وكله نحنا تحت 18 منها تبرا كاسر يعني كان عمره 17 ولا 16 هايدي كمان كاسر مش بس الـ 14 و13 هي الكاسر نعم ويعني هيك انتو بتكونوا عم تقوتوا على انو الأهل يغصبوا البنت تتجوز حدا هن عم يعرضوا عليها بالقوة صحيح 100% نحنا عم نشوف هون يعني شوية من الورشات التدريب اللي أقمتوها هالسنة واسم الله السنة كان نشاط كتير كبير معكم محامية عم يتابعوا دايما كاملا عم نشوف ميسا الأستاذ ميسا ومعكم أستاذ بشير صحيح صحيح هني يلي أشرفوا على وضع اقتراح القانون صراحة ومشكورين يعني مؤخرا أثير الضجة تتحرش الأستاذ مع تلامي زي بترابلوس وهي منطقتكم شو قدرتوا صحيحة نحن أول شي شجعنا الطالبات وأثنينا على هايدي الخطوة اللي عملوها اعتبرناها خطوة جدا شجاعة لأنهم أول شي هني هلا هيدا جين واعي مع الموبايل بيفضح الماب ينفضح يعني مش متلقيمنا نحنا واعي بس صدقني أستاذ جورج فيه بعد كتير منهم مظلومات يعني وما قلهم قلب يحكوا في منهم بسن المراهقة يا أما بتنغوي حقيقتان يا أما بتخاف تخبر كمان كمان فنحنا منعتبر أنه مجرد ما هي كسرت هذا حاجز الصمت وخبرت وعترفت خبرت عن يلي صار فهي بالتالي قربت للحل بس هو بيقول مظلوم هو بيقول مظلوم أكيد بده يدافع عن حاله هلأ حقيقتان المؤسف بهيدي القضية أنه لهلأ ما في ادعاء قانوني رسمي من قبل أهل القاصرات فمشن هيك يعني قانونيا وقضائيا ما فيك تتحرك ولكن اللي صار مثل ما قلتلك أنه مجرد ما حكيوا وفي عندهم إثباتات على الواتساب تشات وإثباتات حتى من عدد من الطالبات والطلاب ونذكر أنه هو كمان كان بمدارس سابقة وتكحش من مدرسة لمدرسة يعني هون رح يجي دوركم نحن دورنا نحن صراحة كجمعيات نسوية وحقوقية اللي فينا نعمل أنه نوعي ونحن هيدا شي بنعمل من عشرين سنة مش بس اليوم توعي على تحرش الجنسي يلي عم نعمل هلأ أنه عم نرجع ننسق مع المجتمع المدني ككل ومع المدارس ومع وزارة التربية كمان مشان نحسن هني كمان أنه نتابعوا هايدي الأضايا ما تنكب الأدراج وما يكون فيه غطاء سياسي ولفلفة للمواضيع وكمان كتير نحن منطالب بتعيين بوجود أخصائية نفسية وأخصائية اجتماعية بكل المدارس لأنه اليوم للأسف مش موجودين بكل المدارس خاصة الرسمية هاي كتير اللي ندور مهم للطوع ومية بالمية وانتو دوركم كتير ونحن دورنا عم نفوت على المدارس وعم نوعي تلقبوا حضارات ورشات تدريب متل ما بتعملو للإعلاميين نكون عم تعملوها للأسدز نحن هيدا الشي احتل لك السجوم بلشنا فيه يعني هون ليس بس قصة تحرش أو استغلال أو ابتزاز عبر وسائل التواصل كمان بقلب المدرسة مزموط هو عم تصير بقلب المدرسة صبيان مراهقين بيتحرشوا ببعضهم أو أسدز بتتحرش ببنات أو العقص صحيح صحيح آخر سؤال بدأ أسألك يعني مؤخرا كنتو حضرتك بلشت لتأسس إيلا كمان لجمعية اللي بتوضحين عليها ونشوفها الفيديو سوا جمعية ومن ألايف نعم أو أنت ايات جمعية شريكة للهيئة لبنانية لمنهضة لعنف ضد المرأة صراحة نحنا تقريبا فيك تقول استثناها من كم شهر نعم من نيسان 2021 وهي تقريبا عندها نفس الأهداف العامة نحضر الفيديو نحضر الفيديو سوا ونرجع متفسك علي ممكن يكون في سر مخبة بكل بات وممكن كتير دحكات تخفي أوجاع أنت مش وحدك نحنا إلك الأمان خلي العنف حافظ مش حاجب أنت الحياة يعني السبوتات على فكرة هن كتير بهمين لأنه صغار صار وبيوجهه جمليهات في دغري بتعلق براس المشاهد أو اللي عم شوفها على كل المواقع التواصل صح وهي عم بلشت بتعتمدوها نحنا لأنه يمكن طالع الآيكن على الموعد على الشاشة نحنا لأنه الفيلم رأنا فيه كمان شوية كتابة على كل سكرين يعني أنه أول شي فرجونيها هي وطفلة عم بتعاني من عنف الأب أو عنف رجوم بالبيت بتكون عم ترسم بتسحب إيدها بتخاف بتكبر بتصير بالجامعة بتتقصص حقوق وهي نفسها بالآخر بالمشهد الأخير منشوفها لابسيتو بالمحامات لتدافع عن حقوق المرأة فنحنا هنا اعتبرنا أنه خلي العنف فعلاً حافز لإلك مش حاجز يعني اليوم ما بقى نحنا نسميهم ضحايا العنف صار نسميهم الناجيات من العنف لأنه نعتبر أنه كل فتاة أو كل إمرأة عم تتعرض العنف لازم تنجي منه وتبلش هي تشتغيل وتبلش تنطلق بحياة جديدة وما تخلي هالشي يعر كلها يعر كلها أحلامها أو طموحاتها أو حياتها فنحنا بمنظمة أهدافها العامة كتير شبيهة للهيئة اللبنانية لمناهدة العنف ضد المرأة يعني معالجة وتصليط الضوء على إشكالية العنف القائمة على النوع الاجتماعي بكل أشكاله ولكن عنا تركيز أكتر على المناصرة حملات المناصرة كافة قضايا النساء والفتيات وعنا تركيز على التدريب يعني منعمل كتير دورات تدريبية متخصصة ومنخرج كوادر كمان تدريبية هن يصيروا يدربوا ويحملوا المهمة تبعيتنا وينشروها بالمجتمع منشتغل كمان اكتراحات ودراسات قانونية وهدفنا إذا بدك الرؤية العامة هي النهوض بمجتمع حيث يكون فيه مبادئ شاملة وكاملة للديمقراطية والمواطنة العادلة مش بس للنساء والفتيات للإنسان ككل لأنه للأسف وصلنا على زمن صعب كتير وظروف أصعب بلبنان صار صرنا عم من نادي أكيد بحقوق النساء وحقوق الفتيات لأنه للأسف هن دائما فئة مهمشة ومستضعفة ولكن كمان عم من نادي بحقوق الإنسان والإنسانية بشكل عام نعم مدام غنوة شندر حديد أنا بدي تشكرك وتشكر مدام لوراسفير على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها مع كل التيم اللي معكم والمحامية والأعضاء لأنه الهيئة اللبنانية لمنهلة العنفذة المرأة حقيقة عم تشتغل طوال السنة ورشة تدريب ومناثرة وبريك ومن تبع نرسي لك نرسي لك